اشتركوا في القناة وبأسلوب حياته السليم نمسي عليك بالخير محمد ونمسي على جميع المشاهدين ومتابعينا في هذه اللحظة في برنامجنا الأسبوعية عيادة على الهواء بداية نذكركم مشاهدينكم تستطيعون مشاركتنا مباشرة عبر تويتر لايف على حسابنا شارجة تيفي والإجابة على سؤال حلقتنا الظاهر أمامكم هل أجهزة التسمير تسبب سرطان الجلد؟ شاركونا بآرائكم وأجوبتكم ونستقبل أيضا أسئلة المشاهدين والمتابعين لموضوع حلقتنا من خلال منصات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على جميع وسائل التواصل الاجتماعي إذن مشاهدين قد يتعرض أي شخص إلى الإصابة بسرطان الجلد ويتوقف الشفاء من مرض سرطان الخلايا الصبغية أو سرطان الجلد على درجة الإصابة بهذا المرض فقبل أن تتحول الشامات التي تغطي البشر لتصبح سرطانية فإنها تمر ببعض التغيرات ما هي هذه التغيرات وكيف يمكن علاجها؟ كل هذا سوف يكون محور حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم بداية ننتقل لتقريرنا حول موضوع سرطان الخلايا الصبغية ومن ثم نعود ابقوا معنا جلد الإنسان يتكون من عدد من الطبقات التي تؤدي وظائف مختلفة ومن هذه الطبقات البشرة وهي الطبقة العليا من الجلد وتعمل على حماية الجزء الداخلي للجسم من البيئة الخارجية وتتكون البشرة من العديد من الخلايا مثل الخلايا الميلانية التي تقع في طبقة الخلايا القاعدية للجلد وتنتج صبغة الميلانين التي تعطي البشر لونها وكأي عضو في جسم الإنسان قد يتعرض الجلد إلى بعض الإصابات منها البسيطة والخطيرة لسيما وأن الجلد تظهر عليه بعض التصبغات كالشامات وقد تكون إشارة إلى وجود خلل ما في أنسجة الجلد الصبغية أو ما يسمى سرطان الأنسجة الصبغية ما هو سرطان الأنسجة الصبغية؟ وكيف يتم التعامل معه؟ جميع ما يتعلق بهذا الموضوع نتناوله في حلقتنا لهذه الليلة تابعونا إذن حياكم الله مشاهدين من جديد في موضوع حلقتنا لليوم وهو سرطان الخلايا الصبغية وضيفة حلقتنا في هذا اليوم الدكتورة شدن ناجي أخصاي أمراض الجلدية والتجميل حياة شرمان الدكتورة الله يخليك أحيانا وسهلا 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 خير نور السرور دكتور لما تحدث عن مرض السرطان أجران لله جميعا من هذا المرض تحدث عن الجلد بحد ذاته إذن ما هو الجلد وما هي طبقاته وما هي أقسامه الجلد طبعا بشكل أساسي نحن نعرف أنه جلد مكون من عدة طبقات من الخلايا والتي هي مسميها خلايا جلدية وبتتألف من تقريبا حوالي سبع طبقات من الخلايا القاعدية خلايا الشائكة وبعدها خلايا المتقرنة هذول هنا خلايا الأساسية اللي بيشكلوا جلدنا وفي معهم الملحقات اللي هن الأجربة وكل شي بيلحق بالغدد العرقية والأشياء الضرورية اللي موجودة بالجلد عموما في نقطة كتير مهمة الجلد من وين بيأخذ اللون تبعه بيأخذ اللون من خلية رئيسية هي بيسموها الخلية الصبغية أو الخلية الميلانية اللي هي مسؤولة عن تصنيع الألوان اللي موجودة بجلدنا واللي هي موضوع أنه نحن عم نحكي أنه في حال أنه ممكن يصير عليها أي تغييرات وبالتالي ينشأ سرطان في نقطة كتير مهمة لازم نحكي عنها السرطان الجلد هو ما أنه بس النوع اللي بيصيب الخلايا الصبغية ممكن يكون السرطان ملون يعني لونه مصطبغ ولكن يكون حساب الخلايا اللي هي الخلايا الأساسية بالجلد الخلايا القاعدية أو الخلايا الشائكة وممكن يكون النوع الأخطر واللي هو الأصعب واللي هل نحكي عنه بالتفصيل يلي بيصيب اللي بيكون منشأه هو الخلايا الصباغية ممتاز الآن الخلية الصباغية أو الميلامين هل نشأتها هذه وين تكون موجودة بالضبط هل تكون أصلا تابعة للجلد ولا موجودة في أماكن أخرى تؤثر على الجلد وتظهر على شكل بقع سرطانية لا هلأ هي طبعا موجودة بالجلد وبتكون موجودة بالطبقة القاعدية وهي بتنتج الميلامين يعني المادة الألوان الموجودة بالجلد هي ما أنها موجودة بس بقاعدة البشرة وإنها موجودة على كامل مستوى البشرة ولكن خلية نفسها هي موجودة موزعة ضمن خلايا الجلد الأخرى هلأ التغيرات لما نحكي عن سرطان الخلية الصباغية بتكون التغير صارع حساب خلية من الخلايا الصباغية الموجودة بالجلد بس مو بالضرر أنه هي تكون شامة وهي نقطة كمان مهمة كتير أنه ممكن أنواع السرطانات الخلايا الصباغية ممكن تظهر على شامة سابقة ممكن بعشرين إلى ثلاثين بالمئة من الحالات تكون على حساب شامة سابقة وبقية الحالات بتكون على جلد سليم مية بالمئة لأنه كل جلدنا بيحتوي على خلايا صباغية وبالتالي كل جلدنا معرض أنه يصير فيه عليه إصابة بالسرطان الخلية الصباغية ممتاز دكتورة يعني لما نتحدث عن سرطان الجلد أو الخلايا الصباغية الآن هل في أماكن معينة ممكن لهذا الشيء أن يحدث أو نحب نعرف الإصابة يعني هل هو على سبيل المثال هل السرطان الخلايا الصباغية هل هو سرطان كأي سرطان آخر يصيب أي جزء من أجزاء الجسم من حيث التكاثر ومهاجمة الخلايا بعضها البعض هل هذا اللي يحدث في الخلية الصباغية طبعا هو سرطان مثله مثل بقية الأنواع نعم أكيد ولكنه عنده خصوصية أول شيء أنه هو منقدر نشوفه مباشرة فنحن نقدر نشوف التغيرات اللي عم تظهر عليه بشكل مباشر وهي عامل كتير مهم لحتى يخليها نفهم أنه الوقاية من السرطان بتكون من خلال كشف المبكر أنه نحن نقدر نشوف كل الجلد تبعنا فهي نقطة كتير مهمة النقطة الثانية أنه هو ممكن ياخد نمط سلوك شبيه بأنواع السرطانات الأخرى وخاصة سرطان الخلايا الصباغية ممكن ينتقل لأماكن أخرى عادة السرطان اللي بيطلع على مستوى الخلية الأخرى تبع الجلد اللي هي الخلية القاعدية أو الخلية الشائكة هذا بيكون أسلم لأنه بيضل مكانه ما بينتقل لأجهزة أخرى بالجسم أما سرطان الخلايا الصباغية ممكن يعمل انتقالات للدماغ ممكن يعمل انتقالات للعظم ممكن يعمل انتقالات لأجزاء أخرى من الجسم لذلك يعتبر شوي أنه هو أكثر خطورة من أنواع سرطانات الجلد الأخرى ولازم يتم التركيز عليه القاعدية أو الشائكة تأثيرها تكون على ما حول المنطقة فقط ولا ينتشر تمام غالبا هو يعني بيكون التأثير الغازي يعني الغزو بيكون الأنسجة المحيطة بمنطقة السرطان وأنا ما بينتقل عن طريق الدم أو الدوران اللنفي لمناطق أخرى أما سرطان الخلية الصباغية إذا عم نحكي بشكل أساسي عن الميلانومة اللي هو هذا هو سرطان الخلية الصباغية فهذا ممكن أنه ينتقل لأماكن أخرى لذلك الكشف المبكر هو المفتاح بأنه نقدر نعمل علاج صحيح ونسبة شفاء عالية ممتاز تحدثت دكتورة عن موضوع أنه يمكن الكشف عنه يمكن يكون ظاهر على الجلد الآن في بعض البشرة الداكنة هل من السهولة تعرف على وجود التغير في لون الخلايا الصبغية أم لا ظاهر على الجلد طبعا نحن في ميزات بتكون خاصة بالتغيرات السرطانية اللي بتصيب الشامات أو بتصيب أي آفة موجودة على الجلد بدنا ننتبه أنه نحن البشرات الفاتحة اللي بيكون لونها فاتح اللي هي درجة الواحد أو اثنين أو حتى ثلاثة عندها استعداد أكبر لأنه تنصاب بسرطان الخلايا الصبغية أو بسرطانات الجلد عموما وخاصة في حال وجود تعرض كسيف لأشعة الشمس أما البشرات الداكنة فبتكون أقل احتمالا بس ممكن نكشف السرطان عند كل الأشخاص بكل ألوان الجلد المهم أنه الشخص يكون عم يراقب هو لوحده أو عن طريق طبيبه التغيرات اللي عم تحصل على الآفات يعني السرطان كمان ما بيخبي نفسه بنشوف عليه تغيرات بالمنطقة بنشوف أنه الحواف بتتغير بنشوف أنه ممكن يكون اللون كمان عم يتغير بيصير ما بيعود متجانس مثل قبل بنشوف أنه الحافة بتصير ما بعد ما بيعود فيه تناظر نحن عالتا إذا نطلع على شاماتنا إذا أي شخص كل الأشخاص عندهم شامات وشامات كتير كبيرة أحيان ممكن فيه أشخاص عندهم مئات الشامات وفيه أشخاص عندهم عشرات الشامات وبنعرف أنه هي بتزيد مع العمر بس جمالا الشامة بيكون واضح أنه بيكون إلى حواف منتظمة بيكون حجمة نوعا ما أقل من 6 مليمتر بتكون منتظمة اللون تبعها بيكون متوسط اللون البني للون بني غامي أول ما منشوف أنه هاي الأشياء بلشت تتغير أو أنه بلش يصير في عمنا حكة على الشامة مستمرة أو بلشنا نشوف أنه فيه ممكن نزف على منطقة الشامة لازم أنه هذا يكون مثل علامة إنزار نحن لازم نفحص هاي الشامة وأحيانا نبطل حتى أن نحن نستقصلها وندرسها تحت التشريح المرضي لنقدر نعرف بالضبط شو هو التشخيل يمكن عندنا أيضا بعض الصور للأخوة في غرفة التحكم يرضوننا إياها ولكن دكتورة أيضا بعض الشامات تكون تحت الجلد وخاصة الشامات التي تكون المصابة في قدم الرجل ويقال أن هذه من الأماكن الخطرة جدا لأنها تكون ملسوسة تحت الجلد هل هذا يعني من ما هو واضح أو هاي من الحالات النادرة هي منح حالة نادرة جدا ولكن لازم ننتبه عليها أنه بيكون عمنا أحيانا شيء من نسميه اللي هو الهدن ميلانومال اللي هي سرطانات خلالة صبغية ولكنها بتكون خباية بأماكن منا معرضة لأشعة الشمس والمحن المعتادة عليه أو الأشياء حدوثا هو السرطان اللي بيصيب الأمناطق المعرضة للشمس يعني الجسم الجزع مثلا الصدر الكتفين الوجه المناطق اللي بتتعرض لأشعة الشمس المناطق اللي غير معرضة مثل الأخمصين أو حتى صيوان الأدن هذول مناطق أقل حدوثا لذلك لما نشوف فيهم أي آفة مستبغة لازم يتم فحصها من قبل الطبيب لحتى نعرف على الأقل شو الوضع الأساسي تبعه وإذا كان فيه أي تغيرات ممكن أن نرجع إذا شاف الطبيب أنه فيه أي علامات بتدلع على خباسة ممكن أنه نعملها خزعة أو حتى نعملها استقصال لندرسها تحت التشريح المرضي ونأكد أنه هي آفة سليمة ممتاز نريد أن نربط أيضا دكتورة بموضوع الأنواع أنواع الخلايا السرطانية الصبغية ببعض الصور الموجودة نعلق على الصور وفي نفس الوقت نذكر أنواع هذه الخلايا السرطانية الصبغية إذا الصور واضحة إن شاء الله جاهزة نعم إذن هذه الصورة الأولى دكتورة طبعا هنا مثل ما نرى غالبا التشخيص هو أنواع من أنواع الميلانومة اللي يسمونها الميلانومة السطحية نحن عم نشوف أنه مثل ما قلنا الآفة أول شي حجمة كبير اللون في عدم تجانس بلون الآفة بشكل كامل في مناطق داكنة جدا وفي مناطق أخذ اللون الزهري الوردي بالمحيط نشوف أن الحواف مانا منتظمة أبدا إذا منلاحظ أن الحياة مشرشرة تماما مشرشرة يعني مانا حافة منتظمة بشكل كامل فهون مثلا بمثل هيك حالة كثير ضروري أنه نحن هاي القافة فورا أنه يتم أخذ عينة منها وفحصها تحت التشريح المرضي لأن أكد شو النوع الخلية اللي موجودة وبالتالي يتم المعالجة فيه أنواع أخرى ممكن منسميها نحن السرطانات الخلايا الصبغية اللامستبغة اللي هي بتظهر بشكل قافة ما فيها لون يمكن بعض الصور أيضا توضح هذا الكلام أو صورة شوية تكون تقريبا طبعا هنا غالبا مانا ميلانومة ولكن هنا ممكن تكون شيء آخر على حساب الخلايا الجلد بهيك حالة كمان لازم يتم فحصها تحت المكبرة بشكل أكبر ونشوف كمان الحواف ولكن نشوف أنه هنا القشور الموجودة على السطح كمان ما كتير بتشعرنا بالراحة بس نقطة كتير مهمة أنه ننتبه أحيانا أنه ممكن السرطان يكون مانو ملون يعني مو بس كل أنواع السرطانات الجلد الميلانومة بتكون ملونة فيه نوع ولكنه قليل حدوث بيكون لونه من لون الجلد تمام فيه نوع كمان بيكون من نسميه نوع العقيدي اللي هو أخطر للأنواع بيطلع مثل كتلة مانا بتكون مانا منتشر على سطح الجلد هي كتلة تكون بارزة ولونها متغير أقرب إلى البني الفاتح نعم يمكن قدنا هاي الصورة موجودة أيضا هذا النوع بيكون من أخطر الأنواع وعادة يعني بيكون علاجه شوي أصعب نعم إذا صورة موجودة وجاهزة إن شاء الله نعرضها أيضا نعم هل يمكن تكون هذه الصورة؟ ممكن ممكن تكون هذا النوع طبعا ممكن أنه يكون نوع من أنواع السرطانات الصبغية اللامستبغة واللي حتما لابد من استقصالها ودراسة تحت التشريح المرضي هاي نقطة كمان كتير مهمة لازم نوضح عليها التشخيص الفعلي للسرطان الخلايا الصبغية ما بيتم إلا من خلال المختبر من خلال التشريح المرضي نعم الطبيب بيشوف أنه فيه دلائل على أنه فيه تحول خبيث أو أنه بيكون فيه عدم اطمئنان كامل على أنه القافة سليمة وبهالحالة نحن لابد أنه نحن نخزع القافة ناخد شأفة صغيرة منها أو حتى نستقصلها بشكل كامل نبعطها على التشريح المرضي لحتى يكون فيه تأكيد للتشخيص أنه شو نوع الخلية بالضبط لأنه هذا هو اللي بيحدد نوع المعالجة هل صحيح المعلومة دكتورة بأن الإناث أكثر عرضة للإصابة مثل هذا المرض؟ هو من حيث الشيوع مظبوط أنه الإناث عندهم نسبة حدوث أكبر من الزكور هذا الشيء ممكن كمان يفسر نتيجة أنه الإناث نعرف كلياتنا أنه فيه تعرض أعلى لأشعة الشمس عند الإناث من عند الرجال لأنه نحن نعرف أنه التعرض لأشعة الشمس أو التعرض للأشعة الفقب النفسجية الصناعية اللي هي مثل أسرة التسمير واحد من أهم العوامل اللي ممكن أنه يساهم بتنشيط أو حتى بحدوث السرطانات الجلدية عموماً وحتى سرطان الخلية الصبغية المساحيق مساحيق الوجه بشكل عام دكتورة هل قد تكون سبب من أسباب وجود مثل هذا السرطان؟ لا أبداً لا أبداً ما لعلاءة نهائياً الشيء الوحيد اللي منعرفه أنه بشكل أساسي هو التعرض لأشعة الشمس حدوث مو بس التعرض لأشعة الشمس المتكرر أو بيعني نسب عالية أنه السماح لأنه يصير في عنا حروق شمسية شديدة وهي نقطة كتير مهمة عند الأطفال كتير من الأهالي أحياناً تعرف مع بداية فصل الصيف فبتركوا الأولاد لما يتعرضوا لأشعة الشمس أنه يتعرضوا لساعات طويلة لو يوم أو يومين حدوث الحرق الشمسي القوي عند الأطفال أو حتى عند الكبار ممكن يكون عامل كمان أكثر على أنه هو يحرد على ظهور السرطانات الجلدية وبالتالي ليجي بالانتباه أنه ما نوصل لما نتعرض لأشعة الشمس حتى إن كنا بدنا نتعرض لمرحلة أن يصير في عنا حرق شمسي على الجلد ممتاز الآن دكتورة في بعض الأحيان يكون فيه خلط بين موضوع الشامة وهل الشامة هذه مصابة ولا غير مصابة بالإضافة إلى هذه بعض الأطفال يولدون بشامات وأعتقد أنها في العرف الطبي يسمونه نيورو كريست أو يسمونه العرف العصبي صحيح العرف العصبي الآن نعرج شوي على هذا الموضوع ونشوف شو مدى خطورة وجود بعض الشامات عند الولادة طبعا فيه نوع من الشامات التي نسميها الوحمات الخلقية أو الولادية هدول غالبا بيكونوا على مساحات أكبر عادة بتكون مساحاتهم أكبر فيه منهم بيكونوا صغر ولكن عادة بيكونوا على مساحات أكبر هدول لازم يكون فيه مراقبة أعليهم لأنه نسبة التحول فيهم نوعا ما شوي صغيرة أعلى من الشامات اللي بتظهر خلال العمر اللي هي الشامات العادية اللي منشوفها عند معظم الأشخاص بس مو معناتها أنه هدول الآفات هن حتما سرطانيات لا بس ولكن لازم ننتبه أنه ممكن يصير فيهم تحول خبيث بشكل أكبر حضرتك نوهت عن موضوع العرف العصبي لأنه منشأ الخلية الميلانية أصلا هو من النيوروكريست ولكنها بتهاجر بعدين وتصير موجودة بالجلد نعم ممتاز جدا الآن دكتورة على عجالة احنا ذكرنا يمكن أنواع الخلايا السرطانية الجلدية قلنا القاعدية الشائكة نعم الشائكة والحرشفية والنوع الثالث هو الميلانومة أو سرطان الخلية الصبغية اللي هي بيحدث على حساب الخلية الملونة الموجودة بالجلد أكثر وهانتشارا في العالم العربي طبعا نحن جمالا بالعالم العربي اللي منشوفه هو أكثر النوع الخلايا القاعدية أو الشائكة لأنه نحن جمالا اللون بشرتنا هو اللون الداكن فلذلك نحن بشرتنا عنده قدرة على مقاومة أشعة الشمس أكثر بكتير من التعداد الغربي اللي منشوف أنه بيكون الجلد لونه أبيض بس تعرف نحن بالإمارات منشوف مرضى من مختلف البولدان لذلك النسبة هون كمان نحن منشوف كمان حالات سرطانية هون لأنه نحن كمان موجودين ببلد مشمس جدا وبنفس الوقت بيكون في عنا أشخاص جايين من دول بيكون لون بشرتهم هي اللون الفاتح ممتاز بلتحدث أيضا دكتورة عن موضوع الإعراض وعن موضوع التشخيص وضروري جدا تشخيص ثلاث أنواع من أنواع السرطانة الصبغية وهذا كله رح يكون إن شاء الله بعد مشاهدتنا ولي زميلتنا شهد وهي تعطينا آخر الأخبار المتنوعة وفقرة آخر الأخبار كونوا معنا بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد ولكل من يتابعنا عبر شاشتنا أو من خلال منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي والآن نبدأ بأول خبر لفقراتنا واللي يقول باحثونا يؤكدون أن اختبار أو اختيار الخبز أو الأرز يعتمد على هدفك الغذائي فالأرز يوفر العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد النشوية أما الخبز فهو أقل في السعرات الحرارية والكربوهايدرات وبالتالي فالأشخاص الذين يتناولون الخبز يزنون أقل مقارنة بمن يستهلكون الأرز خبرنا الثاني في هذه الفقرة يساعد التعامل مع الأضافر برفق في الوقاية من تشققها لذا ضعف اعتبارك أن تجنب ملامسة الماء بكثرة والاهتمام بتقليمهم ووضع مقوي كطبقة واقية إلى جانب أن أخذ المكمل الغذائي البايوتين بحسب بعض الأبحاث قد يساعد على تقوية الأضافر الضعيفة أو الهشة خبرنا الأخير في هذه الفقرة بعض المعاجين أو معاجين الأسنان المبيضة تحتوي على الكوفارين الأزرق الذي يلتسق بسطح الأسنان ويخلق نوعا من الوهم البصري وبالتأكيد وبالتالي تبدو أقل إصفرارا في حال استخدام مرتين يوميا لمدة ست أسابيع لذا لا يمكن للمعاجين المبيضة تفتيح البقعة الداكنة أو تغيير اللون الطبيعي أنا صدمني خبر المعاجين مبيضة للأسنان بكثير من النوعيات تطلع في الأسواق والدعايات ويعني تلعب على عقلية الجمهور أو المستهلكين فصدمة أنها تكون نوع من الوهم البصري مثل ما قالوا في الخبر يمكن الخبر الأول أنا والدكتورة كانت أدى نفس ردة الفعل بأن استخدام الخبز يعني يساعد على تقيل وزن أكثر من الأرز وهذا يمكن يعطي انطباع في موضوع تغيير الحمية الغدائية بشكل عام أن الخبز يدخل في هذا الموضوع الخبر الثاني موضوع الأضافر الأضافر نعم أكيد جيد أن أنت يمكن أن نثي الكلام بعد ما ذكر فيه وبالتالي يدل على نظاف الرجال بشكل عام مهتمين فيها وبشكل طبيعي نعم محمد لو سببت نعم ممتاز فيما يخص الخبر الأول يعني عادة في الحميات الطبيعية وحميات الغدائية عفواً يقولون ابتعدوا عن الأرز والخبز نعم نحن زين يعني بنقدر نختار واحد من الاثنين بهذا الخبر نختم فقرة الأخبار الطبية ولكن نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم هل أجهزة التسمير تسبب سرطان الجلد؟ تابعونا عبر منصاتنا على موقع التواصل الاجتماعي الإجابة على هذا السؤال الآن عودة إلى زميلنا محمد نستكمل باقي الفغرات عندك محمد شكراً شاهد دكتور نستكمل الحديث حول الأنواع الآن ذكرنا نحن ثلاثة أنواع القاعدية الحشفية وأيضاً ذكرنا الملامين تمام الآن من هذه الثلاثة دكتور هل أعراضهم تختلف؟ هل تشخيصهم يختلف؟ أم لا نفس الأعراض ونفس التشخيص؟ طبعاً الآن السرطان الخلايا القاعدية والخلايا الشائكة التشخيص غالباً يتم من خلال المختبر تشريح المرضي الفصل بينهم لحتى نعرف ما هو الخلية الأساسية التي ناشئ عليها السرطان ولكن علامات الخباسة بشكل عام هي واحدة لأنه كمان السرطان القاعدي ممكن أن يكون مصطبغي ممكن أن يكون آخذ لون مصطبغي له أحد الأنواع اللي منسميه سرطان الخلايا القاعدية المصطبغ اللي هو بيكون لونه غامل لونه بني تمام وقلنا كما أنه في أنواع من الميلانومة ممكن تكون غير مصطبغة يعني لونها من لون الجلد تمام لذلك لا ممكن أنه نحن نفرق بيناتهم سريرياً يعني بالفحص السريري ولكن الفصل الأساس بيكون من خلال التشريح المرضي وحتى نحن ما منقدر نحكم على أي آفة بأنه هي سرطانية إلا من خلال أنه نعمل استقصال للآفة ونفحصها تحت التشريح المرضي ونعرف شو نوع الخلية اللي مشكلة اللي صاير فيها تحول خبيث بها المنطقة النقطة المهمة اللي لازم نحكي فيها علامات الخباسة توحي بأنه نحن عنا واحد من هدول السرطانات الثلاثة لازم أنه يتم يعني لازم يتم الاستقصال والتشريح المرضي لحتى نقدر نحدد بالضبط هو أي نوع فيه أشياء بتوجهنا أكتر نحو نوع دون النوع الآخر يعني مثلا إذا كانت الآفة ناشئة على شامة فممكن نفكر أكتر بأنه هي نوع من أنواع السرطانات الخلايا الصباغية لما نشوف أنه الآفة ناشئة على جلد مؤزة ضيائيا كتير متعرض لأشعة الشمس وفيه تغيرات اللي منسميها التأذي الضيائي المزمن عند الأشخاص اللي لونهم فاتح غالباً بيكونوا عم نحكي عن سرطان الخلايا الشائكة بيبقى المظهر السريري هو كمان اللي بيدلنا لما نشوف الآفة قدي صلى كيف التغيرات اللي عم تصير عليها هل فيه فعلاً لون مثل ما شفنا بالحال الأولى لون غامق جداً ومستوغ بشكل يعني ما إلا السواد مع هالحواف الغير منتظمة هذو كله مواجهونا نحن عم نحكي عن سرطان الخلايا الميلانية أو سرطان الخلايا المستوغة اللي هي الميلانومة الآن دكتورة بما أنهم هم ثلاثة أنواع لنفس السرطان الآن التشخيص أو النوع يا على أي أساس هنه ما لون نفس السرطان هنه كلهم سرطان جلد جلدي كلهم سرطان جلد ولكن الأساس هو شو أي خلية من خلايا الجلد هي اللي صاير فيها السرطان يعني على هوا الخلية الأساسية اللي صاير فيها التغير وصاير فيها التكاثر منحدد شو التشخيص إذا كان حساب الخلايا القاعدية اللي هي الطبقة الأساسية اللي منسميها الطبقة المنتشة اللي هي بتشكل جلدنا اللي بتنتج طبقات الخلايا الأخرى هذو منسميه سرطان خلايا قاعدية إذا كان حساب الخلايا الموجودة بالطبقات الأعلى من الطبقة القاعدية اللي هي بسموها الخلايا الشائكة منروح باتجاه تشخيص سرطان الخلايا الشائكة وإذا كان حساب الخلية الميلانية اللي بتصنع الميلانين هم نكون عم نحكي عن سرطان خلية المستبغ معناتها الشيء الأساسي اللي بيحدد هو نوع الخلية لا نقول أن تشريح المرضي هو الفصل بالتشخيص لأنه هو اللي بيحدد لنا فعلا الخباسة على أي نوع من أنواع الخلايا قائمة وبالتالي نقدر نعرف التشخيص بشكل دقيق الآن دكتورة السؤال متى يزور الشخص الطبيب متى يعتقد بأننا محتاج أن أزور الطبيب هل إذا كان في حقه هل إذا كان نقطة كتير كتير مهمة طبعا نحن نشجع المرضى أنه أول شيء قبل ما نزور الطبيب نحن نفحص حالنا بشكل دوري يعني على الأقل كل شهرين أو ثلاثة أشهر نحن نتفرج على كل الشامات الموجودة عنا على كل جلدنا بشكل عام نشوف إذا فيه أي آفات جديدة غريبة ما كنا شايفينها من قبل ومثل ما قلنا فيه نحن باللغة الإنجليزية نقول A, B, C, D وال E اللي هي مثلا عدم التناظر الأسيمتري اللي بيكون موجود البوردر إذا لقينا أن الحواف بلاش تصير مانا منتظمة إذا لقينا أن اللون هو لون مثل ما قلنا داكن جدا مع فيه تلونات مختلفة بلون الآفة إذا لقينا كما أن الآفة فعلا كبيرة وكمان إذا لقينا أنه عم تتغير هاي الشامة أو هاي الآفة الموجودة على الجلد يعني ضل مثلا نصلي أكتر من شهر عم شوفها ومانا عم تتراجع خلال هذا الشهر وعم شوف أنه صار عليها تغيرات حتما لازم نزور الطبيب وبشكل عام الأشخاص اللي بشراتهم فاتحة يعني اللي اللون بشرتهم ما إلا البياض يفضل أنه يعملوا على الأقل كل سنة أو كل سنتين بنسميه فحص عام اللي هو التشييك على كل الشامات الموجودة بتم فحص كل جلد المريض وبتم تقييم كل الشامات أو الآفات الموجودة على سطح الجلد وبنتحدد إذا فيه شيء ممكن يكون يوحي بأنه فيه تغيرات أو لا فيه نقطة كتير مهمة بنا نحكي عليها اللي هي شيء مسميه اللي هي الشامة الغير نموذجية هاي الشامة هي شامة مثلها مثل بقية الشامات ما بتكون تحولت لآفة خبيثة حتى الآن وإنما شكلها غير منتظم يعني ممكن يكون لونها غير منتظم ممكن تكون حوافة غير منتظمة ممكن يكون لما نفحصها فيه جهاز نحنا خاص اللي هو مكبرة كبيرة كتير اللي هو الدرموسكوب منشوف أنه فيه عدم تجانس بالتلون اللي موجود فيها منشوف بعض المكونات اللون الأزرق أو اللون الأبيض اللي موجود بقلب الشامة هاي بنسميها ديس بلاستيك نيفس هدول الشامات معرضين أكتر أنه هنا يصير فيها عليهم تحول خبيث وبكتير من الأحيان أنه بتم استقصالهم لحتى نفحصهم أنه هل هي تحولت أو لا لأنه هي ممكن تكون في بعض الأحيان بداية مراحل التحول لسرطان الخلية الصبغية أو للسرطان الميلانومي ممتاز فيه كثير أيضا من الأسئلة دكتورة حول أماكن الإصابة ويمكن لدينا أيضا بعض الصور زميلتي الشهد بتستعرضها ويانا ونعطي بعض الأمثل الناس لا تتوقع أنه يكون فيه مثل هذه الأماكن أو هذا الصور تدل على وجود سرطان الخلية الصبغية إذن شهد عندك بعض الصور أيضا نستعرضها أكيد أكيد محمد دكتورة شدن عفوا عندي بعض الصور برأة يعني أعرضها لكم أحتاج تعليقك على هذه الحالات أول صورة معنا هي صورة للأضفر تمام هلأ تلون الضفر ترول إذا ممكن بس نستعرضها نعم تلون لأ هنا نحن لما نشوف هيك حالة كثير مهم أنه نعرف لا هذا ممكن يكون رد عبارة عن رد صار عند المريض وإذا كان هو رد فرح يتصير أنه فيه تراجع خلال فترة على الأقل مثلا عدة أسابيع لشهر فبدلاقي أنه القافة عم تتراجع بس إذا كانت القافة ضلت موجودة هذا نوع من أنواع السرطانات للخلايا الصبغية اللي ممكن يكون يعني مثل متخفي تمام وهون بهالحالة نحن بحاجة نعمل خزع لحتى نتأكد من التشخيص أحيانا بيكون الإصابة ما بتكون بهذا الشكل مثل معها لأهون ما فينا نحكم إذا هي هل هي قافة يعني أصلا مستبغة أو هي عبارة عن رد نزف تحت الضفر أحيانا بنشوف أنه أشخاص بصير في عبنة مثل شامة هي بتكون مثل شامة موجودة تحت الضفر حيانا بيكون مثل خط يعني بشكل خطي مثل خط كيف منشوف بوسط الأضفر يكون موجود بوسط الأضفر أو على الطراب فبهالحالات لازم نراقب الآفة بشكل صحيح ودقيق وبعدين نشوف إذا كانت مستمرة وما في تغيرات لازم أنه نعملها خزعة دكتورة هذه الأصابة في الأضفر هل تظهر فجأة يعني أم بعد تعرض الأصبع لرد أو ضربة مثلا تعرض الأصبع يعني كيف ممكن المصاب فيها يقدر يعرف أن هذا مش أصابة عادية تعرض الأصبع لرد رح يولد عمنا آفة هي مال علاقة بسرطان خلية صبغية وهذا عادة الرد بيستمر مثل ما لعدة أسابيع وبعدين بتراجع بشكل كامل هاي نقطة الأولى أما الوحمة اللي بتصيب الضفر أو حتى إذا كان فيه سرطان خلية صبغية فالمريض بلاحظه بشوف أنه ما عم يتغير أو ممكن حتى عم يصير فيه تعديلات عم يصير فيه علامات خباسة بالمنطقة نعم الصورة الثانية معنا هذي بعض الحالات نحنا هون مثل ما شايفين أنه حتى يعني هدول شايفين أنه فيه علامات خباسة منشوف أنه الآفة كلها مانا منتظمة الحواف الحواف مشرشرة اللون مانا متجانس الآفة كبيرة كل هذول فيه علامات خباسة الفصل بأنه نحنا نقول شو نوع السرطان اللي موجود بالآفة لازم يتم من خلال الفحص المجهري ولكن بمثل هيك حالات حتما حتما فورا حتى هون هذول حالات شوي يعني متقدمة لازم يكون كان صار كشف عنها بصورة مبكرة أكتر لأنه نقطة كتير مهمة الميلانومة أو سرطان خلايا الصبغية اللي هو أخطر نوع من أنواع سرطانة الجلد في حال كشفنا عمنا بوقت مبكر ممكن نوصل لمعدل شفاء بيوصل لحد دوالي 98% يعني في حاليا نقدر نشفيه بشكل كامل في حال كشفنا عمنا بشكل مبكر إذا تم إهماله بصير علاجه أصعب وممكن أنه يعرضنا أنه يصير فيه انتقالات لأجزاء تانية من الجسم هذه الصورة الثالثة معنا هدولة مثلا شي من الشامات اللي منشوفه بشكل كتير عند الأشخاص هون الآفة توحي بالسلامة إذا منلاحظ أنه هي حجمة صغيرة حوافة واضحة اللون مستبغ ولكنه لون فيه تجانس فهدولة عادة هنه آفات سليمة مفيد أنه الشخص يكون بيعرفون وبيعرف كيف شكلهم ويعني مفيد أنه نعمل فحص عند الطبيب مثلا مرة كل سنتين لحتى نشيك عليهم كلهم ولكن هون الآفة توحي بالسلامة والغالب يعني لا داعي للقلق في هذه الحالة نعم الحالة الأخيرة عدنا هذه وحمة طبعا هون نعرف كما القصة سرية ممكن تكون هذه وحمة موجودة من قبل الآفة موجودة على منطقة معرضة للشمس يعني فيها وجلد المريض أبيض ومنلاحظ هدول الخطوط اللي شايفينهم هون هاي علامات على تأذي ضياء وبالتالي أنه هذا الجلد معرض بشكل كسيف لأشعة الشمس الآفة لا توحي بالسلامة أبدا مثل ما أنا شايفين حجمه كتير كبير اللون كمان بالإضافة للحواف الموجودة فحتما نحن بحاجة لخزعة لحتى نعرف شو التشخيص ممكن كتير أن تكون ميلانومة الآن دكتورة أنا حب أضيف على الصور اللي عرضتها شهد لأن يقال أيضا أن القشرة قد تكون بداية لوجود لوجود سرطان الجلد غير هذا الكلام صحيح طبعا القشرة أصدك ما الفروط الرأس لا القشرة العادية اللي بتكون على الرأس لا ما بتكون دليل على أنه فيه إصابة سرطانية بس أحيانا كتير منشوف عند الأشخاص على وجه مثلا أو على سطح الإيدادين منشوف أنه منطقة ناشفة شوي هي منطقة حمراء بشكل خفيف وعليها مثل وصوف خفيفة بالمنطقة هذا ممكن يكون نوع من أنواع سرطانات الخلايا الشائكة أو ممكن يكون نوع ما قبل سرطانية منسميه التقران ضيائي اللي هي قابفة ما قبل سرطانية بتكون هي عبارة عن نشفان خفيف بالجلد مع وجود مثل وصوف بيضى عليها منلتصقة بس القابفة ما بتختفي يعني المريض بيشوفها أنه صلى أكتر من شهرين وما عم تروح بهذه المنطقة ومشوف أنه الجلد بيكون حواليها كله مؤزة ضيائيا هذه الحالة نحن أكيد كمان لازم نعالجها لأنه ممكن تكون إذا كان عليها علامات خباسة وكبيرة ممكن تكون سرطان خلايا شائكة وبحاجة للإستقصال إذا كانت بس تقران ضيائي ممكن نعملها عملية كوي لحتى نتخلص منها في بعض الأحيان دكتورة يعني يقال يعني يمكن الناس تأخذها بشكل آخر بأن هذا الشخص عنده جفاف يعني يمكن اقتران تغير لون الجلد بموضوع الجفاف نتحدث عن هذا الموضوع ونتحدث أيضا دكتور نتحدث عن موضوع الجفاف نتحدث عن السمنة وكيف أن السمنة قد تؤدي في النهاية إلى وجود مثل هذه السلطانات ولكن قبل الإجابة على هذا السؤال ننتقل إلى فقرة نمط الحياة الصحي الذي أعدته لنا الدكتور رجاء درويش عبيد أخصائية التغذية ومن ثمناوت ابقوا معنا مرحبا بكم مشاهدينا في فقرة نمط الحياة الصحي في برنامجكم عيادة عن هو وموضوعنا اليوم بنتكلم عن سلطان الخلايا الصبغية طبعا نحن لازم نركز في نظامنا على الأغذية المتوازنة الصحية ونتبع نمط حياة صحي لنتفادة مثل هذه المشاكل وللمصابين كذلك مهم جدا أنهم يتبعون نظام غذائي صحي بحيث أنهم يركزون على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الهامة والغنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الخلايا الصراطانية أو حتى تمنع حدوثها طبعا من هذه الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة بإمكاننا نحن نركز من الفواكه ممكن نركز على التوت البري وكذلك الرمان ممكن نركز على بعض الفواكه اللي غنية بمضادات الأكسدة وهي على أغلب وجودة في الكل لكن تتفاوت النسب فيها ومن الخضروات عندنا الخضروات الوراقية الخضروات الداكنة كذلك الصفراء غنية كذلك مضادات الأكسدة وكونها تحتوي على البتاكاروتين كمضاد أكسدة محارب للخلايا الصراطانية عندنا ما ننسى كذلك دور الكركم غني بمادة الكركمين واللي مفيد جدا للمرضى الصراطان وكذلك للوقاية من أمراض الصراطان الزنجبيل كذلك ممكن إضافات العسل في الوجبات اللي ممكن ناخذها خلال اليوم بكميات مناسبة نشرب بكميات ماي كافية نتبع نشطة رياضية حسب رشادات الطبيب مهم جدا كذلك أن نحن نركز على ناخذ ثلاث وجبات غذائية رئيسية بحيث أن نحن نتفادة زيادة في الوزن أو حتى النحافة من هالناحية طبعا الغذاء الصحي متوازن يحتوي عليك كافة المجموعة الغذائية اللي دائما نذكرها منها البروتينات كذلك مصدرها ناخذ الأسماك بمعدد ثلاث مرات في الأسبوع مصدر مهم جدا للمقثري والمضاد للأكسادة واللحوم الخالية من الدهون طبعا ما ننسى أن نحن نتناول كذلك الألبان ومنتجاته بمقدار حصتين في اليوم تقريبا لانتفادة مثل هذه الأمراض مشاهدين دائما نتمنى لكم الصحة والعافية ونشوفكم في فقرة يديدة من فقرات نمط الحياة الصحية موسيقى إذن كل الشكر والتقدير للدكتورة نجلاء درويش أخصائي التغذية ونستكمل حوارنا في حلقتنا لهذا اليوم مع الدكتورة شدن ناجي أخصائي أمراض جلدية وتجميل دكتورة تحدثنا عن موضوع السمنة وعلاقتها بوجود هذا السرطان سرطان الجلد هل في علاقة بينهم؟ لا ما في علاقة حقيقية واضحة بين أن السمنة وظهور السرطان الجلدي بس طبعا نحن نعرف أن السمنة هي شيء ممكن يأثر سلبا على صحتنا بشكل عام ممكن يأثر حتى على توازن المناعي الموجود بالجسم حكينا عن شغلة نحن لحد دي الآن ما عمنا ربط تام بين الأغذية وبين موضوع أنه الوقاية من نوع سرطان معين ولكن بتوقع أنه خلال السنوات القادمة رح نوصل لمرحلة الطب رح يوصل لمرحلة نقدر نقول أنه فعلا فينا نحن نقدر نكافح السرطان من خلال نعمل توازن غزائي أفضل لأنه النقطة كثير مهمة ما حكنا عنها قبل أنه انخفاض مناعة الجسم هو عنصر كثير مهم لحتى يساهم بتطور السرطان بجلد أو بأي عضو آخر من عضاء الجسم دكتورة حتى مثبتات المناعة التي تعطى لبعض كعلاجات وهذه من ضمن العلاجات تحدث عنها وخاصة لعندهم موضوع الكلة وغيرها يعطون المثبتات لفترة معينة قد يكون فيه مهاجمة من قبل الخلال السرطانية ممكن أنه يساعد انخفاض المناعة ممكن أنه يساعد على تفعيل أو تنشيط التحول السرطاني الموجود بجلد نقطة لأنه كثير مهمة نحن لما نفهم كيف يصير السرطان السرطان هو عبارة عن خلل يصيب المادة الوراسية الدي ان آ اللي موجود بقلب الخلية نفسها بغض النظر عن الخلية موجودة على السرطانات كلها فيه إلى مواصفات عامة متماسلة اللي هي قدرتها على أنه تغزو الأنسجة المحيطة أنها تنتقل تختلف بقى من مكان إلى الآخر فانخفاض المناعة عدم وجود مناعة كافية بالجسم واحد من أهم الأسباب اللي ممكن يعني مثل الخط الدفاع الأول بيخف طبعا هون نرجع لشغلة أنه التعرض لأشعة الشمس بيعمل خلل على الخلايا على مستوى الديناء ومن هون بتكون السبب أنه ليش أشعة الشمس هي عامل مصرط أو ممكن تؤدي لحدوث سرطان الجلدي لأنه هي لما نتعرض لأشعة الشمس الخلية بتتأثر المادة الوراسية الموجودة فيها الجسم بدافع عن هذا الشيء وبيحاول أنه يصلحه ولكن إذا زاد التعرض لحد أكبر من قدرة الجسم على تصحيحه هنا ممكن بقى أنه يصير في عنا تحول سرطاني بالخلية ممتاز جدا بنتحدث أيضا دكتورة عن موضوع العلاجات ولكن دائما مواقع التواصل الاجتماعي أيضا مليئة بالأسئلة التي من خلالها إن شاء الله ووجود زميلة الشاهد مهند نجاوب على أسئلتكم واستفساراتكم إذن بعد هذا الفاصل نواصل أهلا بكم من جديد الآن نستعرض لكم الأسئلة التي وصلتنا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن قبل هذا نطلعكم على نتائج سؤالنا لليوم واللي كان هل أجهزة التسمير تسبب سرطان الجلد النتيجة كانت 85% نعم و15% لا دكتورة شو الجواب الصحيح لهذا السؤال 100% نعم المشكلة بالـ 15% مو بالـ 85% بس جيد أنه فيه وعي بالنسبة 85% نعم أجهزة التسمير الصناعية هي شيء مضر جدا 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 بالجلد وعامل مصرطا رئيسي ولابد يصير فيه حتى حملة بالحد من انتشاره لأنه نحن نعرض الجسم خلال فترة كتير أصيرة لجرعة عالية كتير من الأشعة فوق البنفسجية وبالتالي نحن وطبعا السهولة التعرض كمان نعرف أنه بتعرض ربع ساعة أو عشر دقايق تمام كذا مرة بالأسبوع كتير له دور أنه أول شيء طبعا بيأثر على شيخوخة الجلد بيعمل تأزى ضيائي بالجلد ولكن الأهم من هيك أنه واحد من أهم العوامر الرئيسية لحدوث السرطانات الجلدية وبالعصر الحديث واحد من أسباب ازدياد معدل حدوث السرطانات الجلد هو انتشار أجهزة التسمير الصناعية الموجودة نعم دكتورة بنترح عليك بعض الأسئلة التي وصلتنا من خلال صفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي لكن الوقت شوي بيداهمنا يعني فبنترح أول سؤال هل أشاعة الشمس لها علاقة بسرطان الجلد طبعا لأسئلة كلها تخاف من الشمس كل المتابعين الموجودين عندهم أسئلة تتعلق في الشمس 100% لها علاقة بسرطان الجلد وهي تعتبر المحرد الأساسي على حدوث السرطانات الجلدية نعم السؤال الآخر ما مدى أهمية استخدام واقي الشمس وكم الدرجة المناسبة اللي لازم نستخدمها نقطة كتير مهمة أول شيء لازم نستخدم واقع الشمس على مدار العام وليس فقط قبل ما نتعرض لأنشطة فيها تعرض لأشاعة الشمس وخاصة على الأماكن المكشوفة مثل الوجه والإيدين أي منطقة مكشوفة من الجسم لازم يصير عليها تطبيق يومي لأن نحن بطبيعة حياتنا اليومية نتعرض لأشاعة الشمس التطبيق لازم يكون نحن مفضل عامل حماية يكون 30 فما فوق كان قبل 15 ولكن هلأ نحن نفضل عامل 30 فما فوق لازم نطبق كمية كافية هاي نقطة كمان كتير مهمة من نحصل على حماية كاملة لازم نطبق طبقتين من واقع الشمس طبعا هذا الشيء أحيان ما بيكون شيء عملي ولكن على الأقل لازم نطبق طبقة يعني تكون كريمة ما نكون مقلين في تطبيق الواقع الشمسي لازم نطبقه قبل نصف ساعة من التعرض لأشاعة الشمس وعلى كامل ساعات ماكسيموم ثلاث ساعات بعد هيك نحن نرجع مية بالمية نطبق مرة تانية نتعرض للأزاة طبعا شاعة الشمس لذلك إذا كنا موجودين خارجا بالشمس لازم نرجع نطبق بعد ثلاث ساعات من التطبيق الأول قبل ما نسكر هذا السؤال في بعض مستحضرات واقع الشمس تحتوي على كريم الأساس هل هذه لها فاعلية أكثر عن الكريمات العادية أو المستحضرات ما فيه اختلاف هو عبارة عن لون فهو بيكون شيء بيحبو السيدات عادة لأنه بيساعد أنه حتى نخفف من تطبيق الماكياج ولكن من حيث الفعالية فعالية وحدة طبعا بس نقطة مهمة أنه نحن عم نحكي عن واقع الشمس الملون أما ما عم نحكي عن مثلا الفاونديشن اللي فيه بقلبه واقع الشمس فيه اختلاف كتير كبير الكريمات اللي فيها واقع الشمس أو مثلا مستحضرات التجميل اللي فيها واقع الشمس بتكون نسبة واقع الشمس من المستحضر كتير قليلة أما نحن عم نحكي عن واقع الشمس كامل ولكن ممكن يكون ملون تمام ممكن يكون ملون بحيث أن يكون تطبيقه أسهل عند السيدة ننتقل للسؤال الثاني هل فقط التعرض للشمس يسبب سرطان الجلد أم هناك أشياء أخرى لا هناك كمام فيه أشياء تانية مثل ما قلنا التصبيت المناعي الأشخاص المصبطين مناعية ممكن يساعد على حدوث السرطان الجلدي الحروق الشمسية يعني الحروق المتكررة أحيانا كمان العلاج الشعاعي إذا كان عم نتعالج بعلاج شعاعي لشيء تاني القصة العائلية كمان كمان نقطة إذا كان عند القارب درجة الأولى الأب والأم الأخوة أو يعني الدرجة الأولى كمان بيصير في احتمال أكبر أن نحن نكون عندنا إصابة بالسرطان الجلدي ممتاز قبل أن نستقبل باقي الأسئلة يمكن حتى كثير من الأسئلة حول الوقاية وحول العلاجات بالضبط فبالتالي العلاجات دكتورة هل علاج هذا النوع من السرطان أخف من العلاجات الأخرى أسرع أفضل العلاج أكيد أسهل لأننا السرطان عم نشوفه يعني نحن فينا مفروض نكون فينا نكشفه إذا ما أهملنا بطريقة مبكرة الجراحة هي بتبقى القول الفصل يعني الخط الأساسي بالمعالجة غالبا هو الجراحة لأننا نحن نقدر نشيل الآفة كليا مع حواف أمان وبالتالي نتخلص بشكل كامل من السرطان طبعا السرطان الخلايا الشائكة والخلايا القاعدية الجراحة فقط تكون عادة كافية بالسرطان الخلايا الميلانية أو المستبغة أحيانا ممكن نضطر لنمازج أخرى بعد الجراحة من العلاج ممكن أحيانا نضطر لعلاج كيمياوي لأنه مثل ما هذاك السرطان عنده استعداد أو عنده قابلية أنه ينتشر لأماكن أخرى من الجسم وبالتالي ممكن يكون في خلايا عم تدور بالدوران السرطانية وبالتالي أنه ممكن نضطر على هوا المرحلة أنه ناخد خط علاج تاني بالإضافة للجراحة دكتورة يعني الآن هذا النوع من السرطان هل يعني صحيح أنه من السرطان الجلدي لأن كف اليد هل يمكن أيضا أنه يظهر فيه أيضا مثل هذا النوع لأنه عادة نقول الجلد يمكن الطبقة الخارجية الواضحة والظاهرة ولكن الكف أيضا يكون فيها أيضا أي منطقة من الجلد من الفروة لأخمص القدمين ممكن أنه يصير فيه عليها إصابة بالسرطان الجلدي ولكن فيه أماكن أكثر شيوعا بس ولكن طبعا ممكن أنه يصير على راحة اليد ممكن يصير على أخمص القدم ممكن يصير مثل ما قلنا على الصوان على مناطق نحن ما منكون منتبهين لكثير ممكن أنه يصير فيه عليها إصابة بالسرطان ممكن أنه تظهر في نفس المكان مرة أخرى هنا يحدد أنه إما يكون هو نكس أو إصابة جديدة إصابة جديدة كثير قليل الحدوث ولكن لازم في علامات معينة لازم نأخذ حواف أمان معينة حول كل نوع من أنواع السرطانات لحتى نضمن أنه نحن أمنا كل الخلايا اللي ممكن تكون سرطانية بالمنطقة إذا انترك جزء من الخلايا السرطانية فهذا ممكن أنه يعرضنا للنكس بنفس المكان هل يحتاج المريض إذا إلى عمليات تجميل فيما بعده خاصة يترك أثر وحفر مو بس يترك أثر ولكن لما يتم دراستها وعهوى النوع السرطان منقرر كيف سيكون هامش الأمان ممكن نعمل مثل ترئيع للمنطقة لأنه منطقات الاستقصال هي منطقة كبيرة الندب هي شيء ممكن أن نعالجه فيما بعد بعد ما نكون سكرنا جرح ولكن المهم السلامة فمنضحي بالندبة مقابل أنه تخلصنا من السرطان أكيد كل ما لدي شكرا لكل من حلقتنا اليوم عبر صفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي وشكر أيضا للدكتورة شدا على هذه المعلومات القيمة لقدمتنا وشكرا لك أيضا محمد على هذه الحلقة والمعلومات الشيقة شكرا جزيلا إذن باسمكم جميعا مشاهدين الكرام الشكر أيضا نوصل للدكتورة شدا ناجي أخصاية أمراض الجدية والتجميل وشكر موصول لزميلتي شهد على ما قدمت لنا اليوم من الأخبار والصور وأيضا نقلت صوت كل من يشاهدنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونقل الأسئلة إلى الدكتورة في حلقتنا لهذا اليوم لأن الشارقة تهتم بالإنسان كان برنامج عيادة عن الهواء دمتم بصحة وعافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة